اشتركوا في القناة حيث سلموا سموه رسالة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من فخامة الرئيس رودريغو دوتريتي رئيس جمهورية الفلبين تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخلال اللقاء شهد سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة بما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك ازاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واكد سمو حرص مملكة البحرين الى توسيع اطر التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة وتنويع مجالاتها بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين من ناحيته اعرب السيد روبرت ايريك المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه واهتمامه بكل ما يرتقي بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في شتى القطاعات مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة ونماء على المستويات كافة شكرا